طيب دكتور أين وهنا لازم أسأل حضرتك كيف تستطيع لجنة الاستثمارات إنها تساهم في إدارة أصول ملكية الدولة ودور صندوق ملكية الدولة في تحقيق هذا الأمر ممتاز ناخد من كلمة نابع منها الدولة ليست تاجر ناجح وفيش شك ده أحد معيير الاقتصاده وجملة الحقيقة عارفينها كويس وبنأكد على كلامه فيها هو ده كلمة أولويات الاستثمارات العامة إن احنا هنبتدي نتاجه في الاستثمارات اللي لا يمكن القطاع الخاص يقرب منها أو يحب يدخل فيها القطاع الخاص بيخش في الاستثمارات أساسها تحقيق الربح والربح السريع وبالتالي عمر القطاع الخاص ما هيستثمر في بنية تحتية مثلا عمره ما هيمد للقرة مثلا كهرابة ولا مية ولا مشروع زي حياة كريمة مستحيل القطاع الخاص يقوش في هذه الألية ويتحمل عيب الدولة بس هو بيشارك هو بيشارك في حاجة تانية هو بيشارك كمورد في هذه الحاجات فيكسب بيشارك في كذا فيكسب فإحنا بنترك له المجال خالص في المناح كتيرة جدا حتى يستثمر ويشغل عمالة ويقوم بدوره في تنمية المجتمع أو تنمية الاقتصاد المصري يساهم دوره فيه سلع أساسية لابد أن الدولة تفضل تستثمر فيها وتتوسع فيها عشان تجابي حاجات الزيادة السكانية المأكل والمشرب والملبس والزراعة والأمحة والغيف العيش والفول والحاجات السلع اللي بقت مش استراتيجية بس بقتها سلع جوة جسم الإنسان أساسية خلاص بقت منحتاجها كل يوم هذه السلع لابد نؤمن على حاجة اسمها الأمن القومي الغذائي هذه السلع لابد أن تفضل الدولة على طول محافظة على وجودها بأسعار منضبطة وأحياناً كتير ولازلنا الدولة بتدعمها احنا عندنا النهاردة مجموعة الحماية الاجتماعية والدعم وصلت 900 مليار بالزيادة في الموازنة اللي جاية 100 مليار رغم الأزمة الاقتصادية عشان هو ده اللي احنا بنوله في الحوار لابد أن نتوسع في هذه الحماية لابد أن نؤمن الاحتياجات الأساسية نترك مجال بقى في الشركات اللي هي ممكن تكون صناعاتها مختلفة مش عارف مصانع بسكوت مصانع بويلات أجهزة كقربائية مش عارفة إزاي دي حاجات ده شغل القطاع الخاص ويقدر ينتج فيه براحته لأن لو طابت من أي مستثمر قطاع خاص انتعال عامل لي محطة مية وبتدي انت بيها للناس المية دي ويكسب بعد مش عارف كم سنة مش ممكن تكلفتها عالية جداً وما يقدرش يقوم بيها كمان عشان أقدر مثلا أدخل مثلا لمجموعة كرة محطة كهربا ويمدي لها بقى كهربا من أقرب مكان دي الحقيقة استثمرات ده خمانة عشان أقوله فيه قرية الفرنية في المحافظة الفرنية مش وصل لها طريق تعال نعمل لها طريق مين مستثمر يخش يعمل طريق وإيه العائد بالنسبه له فالاستثمارات العامة هي الاستثمارات اللي الدولة بتقوم فيها فاحنا بنقول لهم انت قا بتستثمر في ده وبتستثمر في حاجات تانية بتزاحم فيها القطاع الخاص فيش داعي مش موضوعك ابتدي اسحب استثماراتك من هنا وزود كفاقتك في الناحية التانية دي فكرة أولويات الاستثمارات العامة